مفضل لكن بالنسبة للأهلي يبقى هناك كلام كثير عن أبناء ولكن الحقيقة أبناء ولكن قضية بتفرض نفسها على السطح الإعلامي لبعض أبناء النادي الأهلي لبعض أبناء النادي الأهلي ليه؟ في بعض البرامج اللي عندها أجندة وأجندة هي بوضوح ما هيش لصالح النادي الأهلي لكن الواحد فيهم علشان ما يتورطش هو ويتحمل خطاب معين قاله معنا كابتن فلان الفلاني كابتن النادي الأهلي أو يستضيفه ويحط على لسانه اللي هو عايز يقوله أو يستدرجه للمنطقة اللي هو عايز يقولها وللأسف يا باشموندس كتير اللي بيقع في الفخ وتبص تلاقي يقولك احنا ما قلناش ده نجم الأهلي هو اللي بيقول الأهلي كذا والأهلي كذا والمدرب كذا واللعب كذا وبقت قصة ما أنا لسه بقولك الصح والخطأ والخلط بينهم ومسألة أن أنت عمال تركز مع النادي الأهلي على المشاكل والسلبيات وتبرر وتعظم من أي قرار تربوي وده صحيح أنا مع أنك تعظم القرار التربوي الأندية تماما يعني بس خليك بقى شايفها مع الناس كلها مش تحرد هنا وتدعم النادي هنا يعني هنا بتحرد اللعيبة أو بتنبههم أو بتسخنهم وهنا بتحذرهم واخد بالك مش عايزين نقلب الصح والغلط الهرم مش عايزينه تقلب النادي وقدارته لازم يبقى قوة حاجة في المنظومة اتحاد الكرة لازم يبقى قوة حاجة في المنظومة كل ده إذا اتغير ما تقدرش يعني تنتظر التطور خالص خالص يعني دي نقطة مهمة الجملة الأخيرة دي يا جماعة ما تعديش اتحاد الكرة لازم يبقى الطرف الأخوى في المنظومة هو عن الناس لو فاهمة أنه الأهل أخوى من اتحاد الكرة ده صح أولا ده مش صحيح بس مفهوم القوة يبقى عليش لكنه أي اتحاد هو الهد هو رأس الإدارة لازم أن يكون قوي بس قوي بالعدل قوي بتطبيق اللوايح قوي أنه يبقى على مسافة واحدة بجد بقى مش المسافة إياها يبقى عنده سلطة أنه عنده لوايح واضحة وصريحة وحاكمة للعلاقات بين الكل ويبقى متجرد من الهوى متجرد من المصالح مش مرة يحكم بكده ومرة يحكم بازدواجية ما يغم يعني يعني هو ما تبقىش قوي أنك أنت تقول إيه إن كان عاجبك آه ما بعتش أنك تنظم البطولة وتجهلت البندي ده وبعت للوزارة من غير البندي ده لو أنت قلت كده أنت مش قوي كده أنت متعند القوة لما تيجي تنظم بطولة القوة بقى اللي كنت أفهمه في اتحاد القورة أنه في موسم زي ده كان خد قراره بدون سؤال الأندية إزاي يبقى الموسم ده استثنائي عشان نوفر عدد من الأسابيع يريح بيها المنتخب ويريح بيها اللعيب وكان غير النظام هي دي القوة مش القوة أن أنا هي كده مش القوة أن أنا أقول للمدرب هناك بتوسط لي علشان ترفع قوبة نادي تاني مدرب المنتخب وجرجره في حاجة مشكلة زي كده دي مش قوة دي فوضى ما تقوليش أنا حر لا أنت مش حر أنت حر في تطبيق القواعد بتاعتك وفي تطبيق المسئوليات اللي أنت جاي من أجلها مش أنك تفرض أمر واقع وإن كان عجبكم أنت مش حر أنك أنت تحصل أموال من الأندية وتعفل أخرى منها أو تأجل لها أو تقصط لها أنت مش حر في ادي دي مش قوة لكن أنت قوي لما تقول للكل الأندية ساعة ما تقول مش هسجل القوام إلا لما تسدد تنفس كلامك على الكل على الكل مش اللي يروح يدفع لك أو اللي يجيلك توليفون لا اللي يروح يدفع لك ده خلاص بقى اتضحك عليه ونرجع في كلامنا دي مش قوة دي بتخلق حالة من الشعور بعدم العدال وعدم الاهتمام بتطبيق قرارتك أنت وأنت ساعتها يمكن تستشعر القوة ولكن أنت بتفقد القوة دون أن تدري لأنه حييجي مسألة تانية مش حيسمع بكلامك هذه هي القوة القوة أنه ما يطلعش أعضاء مجلس الإدارة وبعضهم بيعمل في الإعلام كل واحد يقول له هو عايزه وبعدين يطلع التناقض ويقول لك لا ما حصلش أو يتعاقد مع الشركة لها فرقة في البطولة يعني خرق صريح لله مثلا هي دي مش قوة دي فوضة لا مش قونك تقولي والله إن كان عاجبك أو تفرض عليه أمر وقع غير سليم القونة تنظم القوة كما يفعل الاتحاد المغربي في الشأن الكرة المغربية فتكون النتيجة نجاح في كل في الصلاة وفي الشاطئية وفي السيدات وفي الناشئين وفي الكبار وفي الأندية والمنتخبات وفي عدد المواهب المتبعترة على مستوى العالم ها ها دي هو ده مفهوم القوة لكن مفهوم القوة إنك تفرض الخطأ بالعافية وتقول لي دي قوة لا ده تعانت في استخدام السلطة دي مش قوة ها فأنا عايز الاتحاد قوة إن أنا لا أجرؤ إن أنا أخرق نظامه لا أجرؤ إن أنا ما أقدرش أطلب طلب مش من حاقي أو إذا طلبته ما جاليش مش من حاقي إن أنا أصعب أنا من نفسي لما لأي المعيار واحد مش هيجي لي الجرأة إن أنا أضغط أن يتم استثنائي ولا يا أستاذ إبراهيم صحيح بس هذا مفهوم القوة دائما يا أستاذ إبراهيم تحقيق النظام والمصارة الوحدة وصولا أخرى ما يكون إلى العدالة طيب قبل ما أدخل في الفقرة دي كان مفهوم القوة في اتحاد كرة اليد عند واحد زي الدكتور حصم الصفة وهو أكتر ما نشتهر بالحدة في فرض النظام طلع في نهاية التسعينات تقريبا وراح فارض فكرة دور المرتبط وعشان يجبر الأندية تهتم بالنشئين استعدس بعض الحاجات حتى حاجات كانت تعالج أو قصور معين يعني المبرأة اللي تنتهي بتعادل اللي بفي ركلات ترجيح بعديها عشان يفرض على الأندية تهتم بتدريب لعبية على ضربات الجزاء إجباري شوية مش عارف النادي اللي يسجل لعب أعصر يسمح له بأنه عنده أكتر من لعب زيادة في القايمة عشان يعالج بعض القصور الفنية كان بيحسب الجون اللي يجي من لعب أعصر فمعينة باتنية كلها الحياة كانت فيها تدخلات زيادة لكن أنا عايز أقف عند حتة اللي المهندس عادل أشار إليها أنت كالتحاد تفرض النظام بتاع المسابقة اللي حق المصلحة هل نتعشن أنه التحاد زي التحاد الكورة يفكر مرة تم تخلينا في المسأل بتاع التحاد كورة اليد ما أنا هقولك هقولك التناقض في استخدام القوة أنت هنا قوي هنا مش قوي يعني لما جاء الدكتور حسن مصطفى خط بعض القواعد وبعدين في خلاف بين لعيب مهم والمدرب بتاعه لما حسن اللاعد كان عنده حق وحيؤثر على مستوى في المنتخب وحيضيع خدهم القالي وده الزمالك وهو الأهلاوي اللي بيتطعم بالتحادل النادي القالي هو طبع حاجة برر النظام بس بدافع الحرص على المنتخب وبيفاهم المدربين أنت ما مش من حقك أنك تجمد لاعب إلا زي أخطأ وتبعتلي السبب وتقول لي ده غلط في كذا أنا ساعدك في فرض النظام لما جاء قال أن اللعيب اللي يجيب جنب يده الشمال يتحسب إزاي وسجلك إيه الميزات لصالح أنك تجيب اللاعب الأشوال اللي يشوت من برة بيعالك بعض الفصول فكان عندك لعيبة بالكوم في المراكز في البكات استفاد منها أنه كسب بطولة العالم أكتر من مرة للناشئين لحد النهاردة ونافس أكتر من مرة وصدر لعبتنا بقى لعبتنا زي البرازيل كده بتصدر لعب كرة قدم الكرة يد المصر بتصدر لعب كرة اليد وبيكسبوا فرقهم على مستوى العالم لكن لما تيجي تقول لي بقى أنا أود اللعيب منتحطة قاعدة أن المكان اللي فيه مثلا اتنين لعيبة دولين أو تلاتة معرفش اتنين أو تلاتة حطت محيار ما جيبش فيه لعيب من برة يوم يجي النادي الأهل يجيب لعيب وهو محتاج ما عندوش ولا لعيب في هذا المركز ويدفع فلوس لنادي الشمس زي حسين قداح وأنا قاعد ومعايا الشيك وبسلم الاستغناء والاستغناء طلع يجي جواب أو التليفون من رئيس الاتحاد لا واجه الاستغناء لنادي الزمالك كان هشام نصر طب ليه أنا شاف أن دي مصلحة اللعب ده أنت عندك تلات لعيبة دولين في هذا المركز لا هو كده هي كده هي كده ليه بقى يروح ملعبه يبقى عنده أريحية زي مالك يصدر ويكسب فلوسه ويكسب بطولاته ولقى ليحرم هنا مش قوة ده تعنت في استخدام السلطة تعنت في استخدام السلطة أي الفارق كبير بين فرض الرأي في الصح وفرض الرأي في الغلط طيب هارجع أقولك تاني ترجمة نانسي قنقر